بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الله صديق على محمد وآله محمد السلام عليكم ويؤلاء أحبا جميعا ورحمة الله وبركاته ورد في الرواية عن الإمام أبي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام قال من استخار الله مرة واحدة وهو راض به خار الله له حتما تعتبر الاستخارة من الظواهر التي يمارسها المؤمنون في مجتمعاتنا وهي ظاهرة دينية واجتماعية في نفس الوقت وقد في بعض الحالات تتحول الاستخارة إلى عبر عند الناس مما تشكل مشكلة بدل أن تحل مشكلتهم فالشكل هي بنفسها مشكلة عندهم ومن هنا أحببت أن أذكر وأشير إلى مدى مشروعية الاستخارة وما هي الاستخارة حتى يمكن أنه يتجنب بعض التبعات أو السلبيات التي ورثناها من مجتمعاتنا أما الاستخارة فهي طلب الخير في اللغة هذا الإنسان يطلب من الله عز وجل الخير وكما يطلب النصر يقال استنصر الذي يطلب من الله عز وجل النصر يقال استنصر الذي يطلب الخير يقال استخار الذي يطلب المغفرة يقال له استغفر وهكذا هذا بالمفهوم اللغوي أما شاعن فتأتي ويراد بها معنيان بالشعر المعنى الأول هو الدعاء عند الإنسان يدعو يطلب من الله عز وجل أن يختار له الأصلح فيما يريد أن يطلب من الله الدعاء مثلا يشتغل شغل يطلب من الله عز وجل أنه يا ربي أن تختار لي يعني يدعوه أنه شغل مريح كذا يتزوج نفس الشيء يطلب من الله عز وجل وإذا ورد في النصوص أنه يستحب يستحب الخير أو الاستخارة في الزواج فليس ما يفعله الناس هذا من أكبر الاشتبالات لعله والتي تعالي يعني الناس لا يعرفون أنه ليست هذا الاستخارة الاستخارة هو طلب الخير ويدعاء يستحب الإنسان قبل الزواج أن يستخير مو أن يكد تلفل للشيخ أو السيد يقول والله خذ لي استخارة شوفها هي صحيح الزواج المنيح ولا بش منيح لا ليس هذا المعنى أبد وإنما نطلوب بالاستخارة هو أننا يدعو عندنا دعاء الصحيفة السجادية هل تفتحواها الآن؟ شوفوا من حدها من دياتها دعاء في الاستخارة يدعو الله عز وجل هذا الدعاء يدعو الإنسان بعد أن يقرر خلاص الأمر يعني منتهي ولكن يطلب من الله عز وجل يدعو له بأن يعني يختار له الشيء الأصلح له فيما يقدم عليه من سفر أو عمل أو غير ذلك طبعا دون وسيلة هذا هو المعنى الأول لها وإذا ولد في نص أنه يستحب فهو هذا هذا الذي يستحب أما المعنى الثاني وهو أن يلجأ الإنسان إلى الطلب الخير ما يسمى بالقرأة عبر وسيلة يعني سبحة عندنا مثل قرآن بالمصحف عندنا الرقاع في بعض الاستخارات موجودة في رواية طبعا كثيرة موجودة في عندنا رقاع يعني قطع ورق يأخذ الإنسان ستة ورق بستة يكتب إفعال لا تفعال خليهم تحت مثلا بالفراشي أو تحت المصلاة ثم يسحب يسحبهم موجودة كورة في الكتب يعني ويشوف يطلع مثلا أكثر افعل أكثر لا تفعال إلى آخره فيعمل بها هذه اللي هي بالصبحة أو بالقرأة أو بالرقاع هذه ما هو وظرها يعني التي يعمل بالقرآن طبعا نفس الشيء بالمصحف يعني هذه ما هو وظرها هناك روايات سأشير إلى بعض يعني الاستخارة التي أمرنا بها الأولى لا إشكال فيها بل هناك استعباء كما يذكر السيد السلزواري رحمة الله نجف يقول في بعض كتبه الاستخارة طلب هي الطلب من الله عز وجل أن يوفقه ويرشده إلى خير الأشياء وأحسنها وهي مستحبة في جميع الأشياء هكذا يقول لماذا؟ يقول أول شيء لأنها دعاء ومسألة من الله عز وجل دعاء شيء جيد دائما ثانيا إيكال الأمر إلى علمه ومشيئته هذه الاختيار بالاستخارة نعمل أول إيكال الأمر إلى علم الله ومشيئته لماذا؟ لأنه نحن لا نعلم شيء صح؟ إنما نعلم بالله صح؟ إنما نعمل بالله أيضا لو ما الله ما أعطانا قدرة ما نعمل شيء؟ فهي حالة من التسليم لله عز وجل كما سبه ثلاثة إظهار العبودية ذل العبودية لدى حظرة المعبود ومن أوضحي صور العبودية أن الإنسان يخفع لرأي الله عز وجل الله يقول له صلي يقول له نعم سلمت الله يقول له صل حتى لو كنت مثلا يعني صعب النهار طويل طبعا لم يكن له عذر ومريض يصون لا يقول لنا رأي وهكذا رقيت الأحكام حينما يقول أنا رأي هذا يعني صار عنده ماذا؟ صار مثل إبليس إبليس هكذا إبليس مشكلته الوحيدة التي أسقطتها هو التكبر تكبر على الله عز وجل الله قال له إسجد وقال لا ما أسجد ما أسجد فإذا حمل الإنسان روح إبليس يعني انتهى هذه النقطة الثالثة والنقطة الراجعة تسليم الأمور إلى الواحد القهار تسليم الأمر وهذا هو معنى من نوعاني الإسلام يسلم الإنسان وليس أخو الإسلام من لم يسلمي أنه مسلم وميسلم من الله يعني شو هو الإسلام هذا ما يسلم أبقى الله يقول له كذا هو الخالف ثم يقول هذا الرجل الكبير المرجع يقول هي توحيد فعلي هذا معنى التوحيد أنه الإنسان يكل أمره لله عز وجل ليكون لا رأي له أمام الله عز وجل ليشعر بذل العبودية لله عز وجل وهذه معاني كلها يقول إظهار توحيد فعلي وإظهار عملي لخلاصة توحيد وهو قولهم عليه السلام لا جبرة ولا تفويض بل أمر بين أمرين نحن مذهب أهل البيت يقول بها وموضوع هذا إن شاء الله يمكن بعدين نأتي نفصله نحن ليس عندنا أنه الله عز وجل فوض الأمور إلينا بعض الفرق الإسلامية تقول الله خلق الإنسان وتركه ما خصب عد هو حر ففعل الإنسان هو فعله يعني الوحيد يقتل يسرير كذا هو مسؤول عنه والله عز وجل لا علاقة له بي وفريق آخر وهم الأكثري بالمستمين وهم الأشاعر يسمونه هؤلاء قالوا أنه الله عز وجل أجبر الإنسان فكل شيء يفعله الإنسان وفعله الله يعني الإنسان لو قتل الآن يقول هو الله مر منك هذا يسموه الجبرية وعندنا مفوض المقابلة الإمام صنع عسام ورأيه البت هو لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين ما تقوم به أنت يعني الواحد الآن يروح يكتب يكتب بالقلب هذا فعل أو فعل الله فعل الاثنين صح لولا قدرة الله عز وجل ما كان يكتب إذا تنشل صح ولكنه أيضا إنسان حر مختار الله ما جبر أن يكتب ما جبر أن يكتب هو فيه أن يكتب فيها لا يكتب فهذا الفعل الذي يقوم به الإنسان هو فعل الله وفعل الإنسان يعني هناك طرفين في المعادلة فلا يقال أنه هذا فعل الله فإذا الله كتب علينا أنه نفعل هذا الشيء مكتوب علينا الظلم هذا منطق الظلمة الآن منطق الأشاعر يبرر لكل ظلمة يزيد لما دخل عليه الإنسان قال من أنت قال أنا علي مذكورة في كتب السيارة قال ألم يقتل الله أخاك لاحظه ألم يقتل الله أخاك من علي الأكبر سلام الله قال كان لي آخر سمو علي قتله الناس أرد عليه قتله الناس الله كان بنوا يكرسوا هذا المنطق أنه ما يفعل الإنسان هو غير مزهول عنها الله هو اللي سوى وما تشاءون إلا إن شاء الله وبهذه الطريقة طبعا هذا بحث طويل يعني ولعله إن شاء الله يوم الأيام نطرقه نزي فإذن هذا المعنى الاستخارة من الجانب الأول وهو دعاء تجسيد التوحيد العملي يعني الإنسان في كل أمور يبتكل على الله عز وجل يستشيره وأفضل مما أنه يقول أنا لا أنا عندي مثل ما بعض الناس الآن تعرفون الاستخارة يعني الناس على أقسام في قسم من الناس كل شيء استخارة كل شيء يطلق يأكل هالأكلة استخارة يطلق عن بيت استخارة كل شيء يشيل حياته يعط العقله الله ما أمر بهذا وفي ناس لا يفعل إطلاقا استخارة في حياتي أبدا هذا غير فيه لكن أي استخارة مو هي من القرآن ومسفحه أبين يستخير الله يعني يدعو الله وقبل ما يزواج يدعو الله كيف يدعو إما دعاء إما فيه نوركعتين صليهم بالإنسان يقول استخير الله خيرة في عافية مئة مرة وهناك طلب أخرى هذا اللي يفعل دائما بأمورها كذا يدعو يعني هذا معناته إنسان عنده اتكار على الله أزوجل ومن جهة أخرى هو يفعل اللي واجب اللي عليه حل الاشتخارة هذه الأولى أو الثانية مشروعتان بالشريعة طبعا الأولى هي هو هذا يعني القاعدة هكذا القاعدة للإنسان يكون محتمل على ربه مو على نفسه فلا أشكال فيه أصلا ولا تحتاج إلى دليل واحد يقول لك أنت ليش تستخير يقول لك الله أمرني بالدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب هذه الضعاء والقرآن هذه إطلاقات الآيات واضحة هو النصوص ولكن في المعنى الثاني بالاستخارة الذي هو كما ذكرت باستخدام الوسيلة يعني أجيب سبحة أجيب مصحف أجيب كذا أجيب أوراق تسوي هذا سأبين عدنا في النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات ثم انظر إلى الذي يسفق إلى قلبك فأن الخير فيه وقال الإمام صادق عليه السلام إذا عرضت لأحدكم حاجة فالليستشر الله ربه فإن أشار عليه اتبعه وإن لم يشر عليه توقع قال له الراوي سيدي كيف أعلم ذلك أستشر الله كيف قال يسجد عقيب المكتوب يعني بعد الصلاة يسجد ويقول اللهم خر لي ثم يتوسل بنا ويصلي علينا ويستشفع بنا ثم تنظر ما يلهمك تفعله يعني اللي يأتي في ذهنك في قلبك تفعله فهو الذي أشار عليك به وتشير بعض الروايات إلى أن هناك صلاة خاصة لاستخارة مذكورة في الكتب أيضا في الحديث عن جابر الأنصاري الله عليه قال كان رسول الله يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن في كل شيء يعلمنا أن استخير أن يأتي الله عز وجل ويقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركحتي من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك ذي قدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغريب واللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فأقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وأقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ويسمي حاجة أي ذكر حاجة هذه كنت نصوص كثيرة طبعا وعام الإمام الصادق عليه السلام قال إذا أراد أحدكم شيئا فليصلي ركعتين ثم ليحمد الله عز وجل ويثني عليه ويصلي على محمد وآله الطاهرين صلى عليه ويقول اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي فأسره لي وأقدره وإن كان غير ذلك فاصرفه عني هذه جملة عن النصوص وهنا كثير من النصوص لا أذكرها الأمر هذه الاستخارة الأولى وهي جيدة وارحة في نصوص عليها في أدلة كثيرة أما الأخرى اللي هي الآن الناس يستخدمونها الاستخارة اللي هي الرقاء يسمونها أو القراء هذه الاستخارة المتداولة هذه لا تأتي يعني ما تأتي ما لها إصلا موضوع إلا بعد الاستشارة يعني واحد من يستشير رأسا يستخير هذا ما لها معنى إصلا إضافة لأنه في رواية قد يعني غير في بعضهم يعني طعن فيها هذه المعنى هو طلب وجه الخير من الله عز وجل بأدوات يعني كما ذكرت سبحة أو غير ذلك وهي شائعة في أوساطنا أكثر عند الغير ما موجودة كثير طبعا في إشارة أشير لها أنه في بعض يعني في الديانات موجودة أنه يلجؤون إلى طلب الخيرة أو ما يسمى بالأسلام أو غير ذلك في القرآن الكريم طبعا هذه بالتوراة موجودة سموها الأوريم والتنيم إذا ترحون إلى القبط تشوفون مكتوبة كان بعض القساوسة بعض الكهنة يضع في رقبته كيس وفي هذا الكيس حجرين حجر واحد يفعل واحد لا يفعل والناس يأتون اللي نعرفه شو هو المصدقان هذي كانت باب للرزق يعني ويحصلون بها أموات يأتون إلا يطلع واحد منهم إذا طلع يفعل يعني يفعل موجودة هذه والآن بدون قرضة يعني فهي كما جاء في قاموس كتاب المقدس وغيره وغيره من الكتب يسموه الأوريم والتميم يعني أنوار والكمالات وهذه تدعون أنه هذا اللي يعمل الحجرين فالإنسان عندها مرتبة عالية ودرجة بالكهنوت وصل إليها حتى يستطيع أن يسوي خير للناس هذا موجود طبعا وعدنا أيضا بالجاهلية قبل الإسلام عندنا أن يستقسموا بالأسلام يسموها يضربون سهام معينة وفي طريق مشروحة طبعا في التفاسير وأيضا نطلع لهم سهم إفعل لا تفعل عندما يقدمون النذر بعضهم قال الاستخارة مثل هذا لا هي غير شكل طبعا لأنهم ذاك الموضوع يختلف المهم موجودة لكن الآن أكثر شيء أكثر شيء نحن مبتلين بها أكثر الناس يمكن نحن ما شايف واحد أمريكي يستخدموا استخارة ما شايفين ما فيه فهذه مشكلة حقيقة مشكلة لماذا لأنه عدم فهم الموضوع واحد يعني أنا قرأت كثير وحالة تأتي إلي في ناس خسروا زواجهم من أولا استخارة إنه كل شيء مهيئ إلى مرتب بس أخذ استخارة راح نجري من يحام فخلص طبعا بنت أو هو واحد يقول أنا اختبت وحدة وأنا سألت عنها وكل شيء وهي سألت عني واخبرتها بوضع كله وما فيه مشكلة قالت استخير فاستخارة طلعت مشي منيحة الخيرة يقول فأنا قد أخلص بعد خمسة يام تفلت لي بده غير رأي قد تخلص بعد المرة اللي تمشي عليه حقلية ما بديها حقيقة معنى هو طبعا لازم يسامح السؤال لأنه واحد يغلق ومتعلق قد يكون ففيه أمور تخير بيوت انخربت منه لها هاي الشغلة ما أقول من الاستخارة من ورا الفهم الخاطئ لها مش الاستخارة فأدنا طبعا هذه الاستخارة المتداولة نحن منذ فترة طويلة يعني عدنا هذه صارت متوالدة يعني ما أدري كم بالضبط فترة لكنه درجنا عليها من أي سنة بالضبط لا ندري هنا كتاب كتب قبل سبعمائة سنة لابن طاوس وهذا كتاب تبقى مشهور يعني في الاستخارة وبعدها ايضا كتبت بعض الكتابات في جمعة رواية استخارة وبيان مشروعيتها طبعا عدنا بعض العلماء طعنوا في الاستخارة كاب الندريس الحلي مثلا هذا أنكر الاستخارة بالرقاع بالأوراق يعني أو باليجيبون بندق هذا الأكل يعني المكسرات يعني وغير ذلك فأنكرها وقال أن رواياتها من أضعف روايات أخبار الأحاد يعني هم روايات غير من تربية وقال بأن رواياتها من الفطحية الفرق من حرفة ومن العنون وغيرها من علماء ايضا قلنا الناس يعني إذا الاستخارة هم أنواع قسم الأول الذين يفرطون بالاستخارة لا يستخدم عقل إطلاقا وأخذوا القضية من بيئة يعني عن التقليد شاف أهلها شاف بيئة شاف كالأبا وتعلم مثلهم وقسم آخر مفرطون يرون بأنه عقولهم قادرة على أن تكشف الأمور كلها ما عند حاجة إلى الغيب أبدا ومؤمنين يعني لكن يقول أنا عقلي أفكر بي ويشوف الأمور هذا يبن كما ذكرنا بالمعنى الأول الاستخارة غير صحيح لا بد له من أن يرجع إلى الله عز وجل وقسم معتدلين يعني بين هؤلاء وبين هؤلاء عدنا قلناها المستحبة الاستخارة طبعا بعض العلماء صرح كما ورد في صلاة النجاة ذهب إلى أنه الاستخارة غير مستحبة هذه ثانية وإذا جاء به الإنسان يأتي بها رجاء يعني روايتها موقع ما ذكرت يعني روايتها من غير معترب تبرا فيأتي بها رجاء على رجاء أنه وارد هذه الروايات فيها فيأخذ بها هذه بالنسبة إليها وبعضهم قال باستحبابها كصاحب الحذارة المعروف البحراني من ناحية العقل الواحد لو يسأل قضية أترك الشرع الآن ناحية عقلية الآن واحد يحلل الأمور طيب ما هو موقف الإنسان العقل من هذا الموضوع أنه واحد يعطي خيرت كل شغلة زايدة كبيرة صغيرة المشكلة نحن ديننا أمر الإنسان بأن دائما يحلل الأمور ويفكر بالأمور ويدرس الأمور وهناك كثير من النصوص يعني ما جعل الأمور بهكذا بهالطريقة يعني واحد يعجبة والله شو قال هل أكلها والذي قد أكلها يأخذ استخارها لا موها كل أمور هو يعجبة كل ما يعجبه واحد يعجبة لكن ماذا منه حلال وما يضر أكلها ولذلك نحن من انطلاقا ذاك وذا قلنا أنه الرواية ثابتة إذا ما في روايات خلص انتهج قضية وكما ذكرت ما في حكي وما ليس محال كلانة الآن بالنسبة للنوع الأول من تيمن عندي شيء جيد وراجع والإنسان يفعل الله عز وجل في كل أمور في الزواج وغير الزواج الكلام في الثاني اللي هو هذا اللي تأخذ بالقرآن اتفاق بالقرآن أو بالسبحة أو غير ذلك أو تشيل بعض الأوراق إلى آخرين هذا فيه كلام إذا كان ثابت كل الإنسان يأخذ به ولكن كما ذكرت بالشرط أو بشروط من الشروط أول شيء عندنا من المعروف أنه الخير عنده حيرة أنه واحد بعد ما تنسى تتسكر الأبواب بوجهه العقل الإنساني ما بدي ظلم يتحير لمن واحد الحياة نصل لطريق مسدود ما بدي ظلم يتحير بدي حل طيب نقيت بالحل أحياناً يحتاج الإنسان إلا يرجع إلى الروح النفس تترجع إلى مكانها الأول ترجع إلى عالم الغيب وتريد تريد جواب ما في الظل هكذا مرددة فأول شيء أنه الإنسان يختار أو يسوي الاستخارة عنده الحيرة عندما يكون في حيرة متردد مثلاً كمثال واحد عنده الآن ميدري أنه يشتري هذا البيت أو هذا البيت واثنينة من نفس الشيء نفس المواصفات لكنه ميدري قد يكون هذا فيه مشاكل لا يعرفوها بعد أن يسأل إذا تحير الإنسان فيقدم على الاستخارة فلا بأسمي الشيء الآخر الاستخارة ليست بديل عن التفكير فالإنسان لابد له في كل أمر أن يدرس الأمور يفكر به يدرس به يسأل الناس يستفسر فإذا وقع في المحذور ليله من الاستخارة أنت درس الأمر وقال أنه بعدين ما تضطق معي حتى ليله من الاستخارة ويقول أنه أنا كذا أيضاً الإنسان لابد له أنه يعرف أنه لا خيرة في أحكام الله عز وجل لا يحق الإنسان أنه خيرة بالأشياء الحرام والواجبات الحذرة ما فيه مثلاً أصلي ولا ما أصلي مثلاً أصوم رمضان وما أصوم أصوم ما فيه ما فيه لا أصوم لا بد أن تصوم إلا أن يكون مثلاً مريض هذا معدول وهكذا في الأحكام وفي الموضوعات أيضاً ما يصير كيف الموضوعات مثلاً بكرة أول رمضان ولا بعد بكرة هناك في الاستخارة هذا ما يحتاج للاستخارة يحتاج لأنه تشوف الرؤية الهلال تشوف الثبل في الهلال الصوم ما فيه بيت خلص هذه موضوعات تسموها ففي الأحكام الشرعية لا استخارة في الموضوعات لا استخارة أشوف ثوبين واحد نجس واحد مثلاً طاهر وما أدري أيهما النجس وأيهما الطاهر أأخذ استخارة هذا لا يقبل أيضاً بعض الناس يأخذ استخارة للتنبؤ مثل يقول والله أخذي استخارة شيخير بدي يشوف شو مستقبلي يعني يعني تقريب مثل قراءة الكيف وكذا بس هو يخطئون الناس يعني ما يدرون هاي الشبات بدي يشوف ناجحة بالامتحان ولا لا في بعض النساء وكذا بعض الطالبات يعني ويكون طلابين بدي يشوف ناجحة بالامتحان ولا مش ناجحة هذي شو خاصة ينتظر للإنسان ويشوف فإي لازل بديل عن يعني الإنسان يروح يشوف مثل مرة تأخذ استخارة وضع أنا بدي يشوف صبي ولا بنت ما بدي تروح تسوي سونر ما في طبعا هذي الشغلات يعني إنسان يفكر بها بعقله الشيء الآخر اللي حقيقة هو يمعث على ما هذا الضحك أو الأسى إن في ناس بدوا استخارك مثل ما يعجبه هو مثلا عاجبه هاي الشغلة يشتريها فإلي طلع الخيرا منيحة يا أخذ قلت الله مش منيحة يرجع ييدها مرة ثانية هذا استخفاف الاستخارك واستهزاؤهم يعني لغو كأنهم على الإنسان اللي لا يأخذ لأمر واحد مرتين كم من الناس تنفل لي يخذ لغيرتين والله أقول له لنفس الشيء يقول مثلا لا غير شيء ينحرجوا يعني هم يكذبوا هم يسمو ثرة الرواية والشيء الأضرب من هيك ما عدنا ما عدنا أبدا إنه واحد يستخير لغيره إنه واحد يأخذ استخار هو نفس يأخذ الإنسان عدنا لوايات مثلا موجودة لكن بعضهم يضعفها علماء كبار يضعفوها إنه واحد يأخذ بالقرآن وهو لغيره يقول ليش لما يأخذ ذهن لماذا لا يأخذ يأخذ لأنه يقول ما بدي يأخذ مثلا استخارة هم يقولون هكذا يعللوها إنه باق رائح حاجة إنه هذا مسكين ما يعرف الأمور كذا فيحب أنه يعني تقضي حاجته من هذا الباب وإلا ما هذا الاستخارة الأصل فيها أن الإنسان نفسه هو يستخير هو نفسه عنده شيء يتوجه لله عز وجل يصلي رقعتين ويقول استخير الله مئة مرة وهو ساجل مثلا خير وتنفي عافية ويتكر إعزم الله فإذا عزمك توكل بعد أن يلوس الأمور بعد ما يفكر الأمور هذا الأصل فيها أما يكلف واحد ثاني وكال صحيح من باب الوكالة يجوز واحد يوكل الإنسان في الخير هو وكال كما توكل واحد يشتري عن البضاء لكنه الروايات يمكن كما ضعفها بعض المعن لا تساعد لهذا واحد هو نفس يأخذ لنفسه زي تكرار الاستخارة قلنا شكل مشكلة عند بعض الناس وكما ذكر الاستخارة أحيانا تجعل الإنسان يعيش الهوس أو يعيش يعني أبساش نسبة حالة من يعني هو وسواس قهري يسمون الآن مرض قد يكون موجود نفسي وعقلي وسواس يصير عنده الإنسان يعني مسرسل يحببها العام يسرسل طب أنا اخذت استخارة طرعك مش منيها وازجوزت هاي المخلوقة وكل ما صير مشكلة قل والله حقار الخير يضبط الحياته ما مرتاح مسرسل يعني طب ليش تخير ريش تخالفها صح؟ من أول مرة لا أخذ مثل ما قلنا أدوز حجني ولا رب بسم الله لا يأخذ الإنسان يعني من أول مرة فحتى ترسل هي مشكلة الاستخارة هي لحل مشكلة الإنسان تحل مشكلة لو واحد تحير سأل واستشار ودور وكل شيء ما طلع معه شيء فجاء حتى يأخذ الاستخارة حتى تنحاد القضية عنده يضع من هذه الحالة اللي بي من الحيوة يعني أما هو يأخذ استخارة ويخالفها أو يبني عليها حتى بعد عشرين سنة يقول لا والله أنا أزوجتك لكن كانت خيرا مش منها في السبب حقا لي يمش يظل يلوم نفسي يعني دائما ويتحول لإنسان ما يسمى باليوم بمرضي الوسواس القهري بحيث كل ما صار عنده مشكلة ضر الخايف هذا يظل عنده شك يعني هذه الأمور الكثيرة اللي صير ولسته في محل كلاما هذا كما ذكرت إذن الاستخارة بالمعنى الأول لا بأس بها وهي راجحة والإطلاقات الآيات عليها والنصوص عليها لكن الكلام كل الكلام في المعنى الثاني الذي نعمله نحن وهو أنه خذ الخير بالقرآن أو تفاول مثلا أو بالسبحة هذه فيها كلام بعضهم مثل رجح الرواية هذه صححها بعضهم يقول لا فيها ما فيها من المشاكل ولذلك بعضهم كما ذكرت ابن إدريس وغير ضعفوها فالأساس أن الإنسان الأساس أن يرجع لله أساس الاستخارة وأهم نقطة فيها أن يرجع بالصلاة يصلي هاي مذكور عندنا وعلي كثيرة واحد لما عنده قضية يصلي راحتين لله مثل الصبح يصلي راحتين الصلاة الاستخارة ثم يلعب الله وجل وأن الله يلهمه العمل إذا ما يجل يفتح مفاتيح الصحيفة السجادية يقرد دعاء الاستخارة عبد الله عبد الله عليه السلام يدعو في كل أموره يطلب من الله الخير يطلب الخير هذا المعنى تقريبا الأوضح للاستخارة أما التفاصيل هذه التي نحن نسويها يعني كثير من الناس يعملوها أعتقد لو أردنا نفصل بالجانب الفقهي اللي رأينا في كثير من المشاكل فيها الأوضح للإنسان يكون معتمد عليه مو معتمد على نفسه بس لكن أن لا يكون معتمد على يعني على استخارة ويغل يضغع عقله يكنس العقله لأنه والله كل شي في ناس يعني حقيقة حياتهم جحيم جحيم يطلع من بيته ويرجع يطلع الكل ويرجع يأكل الأكل يبطل يعني كل شي وحده يكون مكيف يقول والله لو ما طال يعني ما سير حاجة بالطريب يقول لو ما استخارة كانت كان رحل فيها من يقول لك رجم بالغيب بعض يقول أنا نجرب ها إلى آخر كل واحد هو ونفس يعني لكن هذا بشكل عام الإنسان مأمور أن يعتمد على الله عز وجل وأن يدرس الأمور وأن يستشير فإذا ضاقت عليه السهول يرجع إلى هذه الاستخارة اللي معروفة بنفسه يصلي رقعتين وإلى الله عز وجل نسأل الله عز وجل أن يختار لنا ولكم من كل خير أحاط به علمه وأن يكفينا كل شر أحاط به علمه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين